كنا بنتكلم على أنه سيد سامح فاهمي ماذا يحمل وفي حقيبته الدبلوماسية كوزيرة لخارجية مصر وهو ذاهب إلى مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المختلفة لعرض القضية أو المشكلة المصرية ومن ناحية تانية لماذا يظن الإثيوبيين أننا في موقف ضعف ما يتيح لهم التعامل معنا بالشكل ده أولا طبعا في حاجة مهمة هنا من ضمن تعقيدات هذا الملف أولا مجلس السلم مجلس الأمن الدولي لا ينظر في القضايا ذات الأبعاد الموضوعية يعني عندنا خلاف على قضايا المياه بنتفاوض حاصل إيه نعمل إيه ما نعملش إيه ده خلاف موضوعي له طبيعة فنية المجلس مختص أساسا بالقضايا التي تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين حلو فمصر دخلت من هذه الزوية أنه إحنا بنفاوض لنا عشر سنوات قدمنا حسن النية عملنا واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة ما فيش فايدة وصلنا لطريق مسدود وضعينا أنه إحنا بنعتمد على هذا النهر بنسبة كذا خمسة وتسعين في المية عايشين على سبعة في المية من المساحة الباقي كله صحراء أنه ده بيعمل تهديد خطير لقدرة المصريين على البقاء مش حتى على تنمية على البقاء أصل وبالتالي استمرار أسيبة في التعنت واتجاهها إلى البدء في ملء السد بدون وجود اتفاق ده بيموسل تهديد خطير وجسيم للسلم والأمن في المنطقة لأنه ده هيؤدي إلى توتر والتوتر سيؤدي إلى صراع صحيح والصراع هنا برضو عشان برضو لسادة المستمعين معنا الصراع مش معناه لما نتكلم عن صراع مش معناه أنه حندخل فورا للحرب بكرة أو بعد بكرة لأنه العلاقات الدولية بشكل عام فيها قسمين رئيسيين إما تعاون وإما صراع الصراع ده في طائفة واسعة جدا من الأدوات ومن الوسائل ومن المستويات صراع منخفض صراع عالي الوتيرة وهكذا إلى أن نصل إلى أقصى درجات الصراع وهي الحرب مش معناه أنه خلاص الموضوع فشل وبقى في صراع أنه بكرة أو بعده حيبقى في حرب مش صحيح يعني ده ما تروك للقيادة السياسية الانتقال صعودا وهبوطا ما بين الأدوات والوسائل المختلفة والوتيرة بتاعت الصراع مستوى أو درجة الصراع طبقا للخطط الاستراتيجية التوقيتات مسرح الأحداث الإقليمي والدولي تقديرات المواقف في مؤسسات كثيرة بتساهم في تكوين أو تشكيل القرار اللي هو بتتخذ القيادة السياسية فمجلس الأمن من هذه الزاوية طبعا كان فيه مقاومة أنه الموضوع أصلا ينظر في مجلس الأمن لأنه فيه دول من الدول الأعضاء دائمة العضوية زي الصين مثلا دولة منابع عندها مشاكل مع دول أخرى ومش عايزة مجلس الأمن يكون عنده سابقة في النظر في هذه القضايا دا مش في مصلحتها الروس نفس العكاية أمريكا وقفت معانا وقدمت طلب رسمي للمجلس لعقد قلسة للنظر في هذا الموضوع من الزاوية المصرية أنه تهديد للسلم والأمن في الآخر انعقدت القلسة ومصر قدمت وزير الخارجية قدم كلمة كانت يعني مبهرة صيغت بإحكام شديد شرحت وجهة نظر للعالم مصر للعالم رفعت القضية العادلة للعالم في مقابل الأسيوبي اللي كان مرتبك وكان قاعد زي طفل اللي تايه مش عارف يقول إيه ولا يرد بإيه وبعدين أول حاجة يعني أصهر عدم احترامه لمجلس الأمن وقال إنه هذه القضية ليس لها محل هنا وأنه 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 والآخر بقى الخطاب قاله إيه أصل مصر عندها وإحنا ما عندناش مصر عندها وإحنا ما عندناش طبقا أعمل لك إيه يعني مصر ليست ليست سببا في التخلف آه والفقر الذي أنت تعيش فيه ده قضية ذاتية عندك آه مش العشر مليار أو الخمستاشر أو العشرين اللي عايز تقسمهم من عندي هم اللي حينتشلوك ما تلومنيش على تردي أو ضعق الاقتصادية آه مش هم اللي حينتشلوك لا من الفقر ولا من عدم الاستقرار ولا من الحروب الأهلية الداخلية ولا من حروبك مع دول الجوار فقالوا خلاصة أنه هذه هي القضية هذه هي المدخل الرئيسي لمصر في تهديد السلم والأمن في المنطقة وبالتالي السلم والأمن الدوليين آه 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 أسيوبيا آه بتتعنت ليه زي ما قلنا دي بتلعب مقامرة كبرى سياسة تحافة الهوية نقل فكرة الصراع الاجتماعي الممتد اللي في العقلية الأسيوبية إلى المجال الإقليمي آه والدولي لذلك أسيوبيا ترفض مطلقاً أنه القضية تخرج من بين الأطراف السلاسة يعني مصر حولت أبريكاية تدخل البنك الدولي صحيح رفضوا لما قات أمريكا راحوا مرغمين ومكرهين وفي آخر جلسة هربوا وولوا الأطبار رغم أن الوسيقى صاغها البنك الدولي والولايات المتحدة بنسبة 10% الباقي كله تحصيل من الأطراف السلاسة الآن عشان دايماً تهرب من الخط المواجهة الرئيسي بأنها تختلق مسارات فرعية وأنها تغرق الأمر في تفاصيل ليست لها علاقة بالموضوع زي ما تكلمنا عن فقر وقوع والحطب والستات اللي بيطبخوا والحاجات دي والتنمية وكله ده مالوش علاقة السد مالوش علاقة بالموضوع ده بأصله لن يولي الطاقة هذا أكزوبة سد فاشل ولا حيعمل تنمية في أسيوبيا ولا حيطلع الناس الفؤرة ولا حينور البيوت ولا حعمل أي حاجة خالص ده أدالي الهيمنة المائية والاستراتيجية فنرجع تاني دلوقتي هم أقولك لا الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية طبعا الاتحاد الإفريقي ما احترمنا الكامل وإحنا دولة مؤسسة وإحنا دولة قائدة في الاتحاد الإفريقي وإحنا من أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الإفريقي وحريصين عليه لكن ولا يمتلك القدرات الفنية ولا يمتلك عصر ولا جزر بالنسبة لل فدي هو هدف الأساسي الدخول إلى متاهة جديدة لكن مصر قالت طبعا وجنوب إفريقية كانت عضو ولا مجلس السلم والحرب الإفريقي ولا مجلس حكماء إفريقيا ليست هناك أدوات لإرغام أسيوبيا يعني أسيوبيا لما كانت في واشنطن وصادرت وثيقة واشنطن هربت وضربت عرض الحائط وكذبت أمام العالم في وجود شهود تقول أنه هذه الوثيقة هي تعبير عن وجهة النظر المصرية يعني معنى أنه مصر مسكت أمريكا ولقنتها هذه نحن جمدين أوي جمدين أوي وإحنا مش واخدين لبنة لقنتها هذه الوثيقة وقالت لها أقولي أني كنت اللعم لها وطبعا فيه محاضر اجتماعات وفيه شهود دوليين وبالرغم من كده يكذبوا يعني فيه حاجة فيه فجوة فيه حاجة في العقلية الأسيوبية مش مفهومة يعني يكذب في وقائع العالم كله يعني شاهدها ويعرفها ويستمرونها في الكذب ويتصورون أن الناس هسدقهم وسمروا في هذا وهم بيصدقون نفسهم يعني هم الكلام اللي بيقولوا فيه ويقولك يعني زي ما أنت أشرت قبل شوية الاتفاقية الاستعمارية والحقبة الاستعمارية أنت كنت مستقل طول الوقت وبالمناسبة فكرة أنه هم نهزمنا دي ما كانت شي معارك دي كانت حاملات عسكرية لأنه مصر لما دخلت في عهد محمد علي إلى السودان قامت بتوحيد السودان الحالي وإظهاره إلى الوجود صحيح ما كانش فيه سودان بس حدود السياسية الحالية دخلت إلى وسط السودان النيل ووحدته كان قبائل ثم حاكمت شرق السودان اللي هو كان تابع للسلطان العثمانية ثم استكشفت القنوب لما كانش مستكشف وعملت ولاية مستقلة تحكم من القاهرة مباشرة ثم ضم إلى السودان ثم أسقطت سلطانة دارفور اللي كانت موجودة في الغرب اللي هي إقليم دارفور حاليا وضمتها إلى السودان السياسي الحديث فهذه كانت حملة هذه من الحمالات الصغيرة اللي هي بتتجول في هذه الأرجاء كان هدف الخدوة إسماعيل أيامها الوصول إلى منابع النيل لأنه كان عنده الوعي أنه يسيطر على منابع النيل لكي لا تتعرض مصر للمخاطر اللي احنا بنواجهها صحيح في الوقت الحالي فهم فكرة موقعة عدوى وموقعة مش عارف من إيطاليا وموقعة مصر ده كلام وآبي أحمد لما يتكلم أنه هنحشد مليون هو إحنا ما عندناش حدود مباشرة أصلا معاك عشان يبقى في حرب برية وفيش تباكات تجيب عشرة مليون وإحنا ممكن نجيب تجيب مليون وإحنا نجيب عشرة أو عشرين أو خمسين مليون ولا اقتصادية على الحرب خالص ونحن لن يريد حرب بالأساس مع أحد يعني دائما ننتحدث عن أنه أكثر من لا يريدون الحرب هم العسكريين فالرئيس الحالي بخلفية عسكرية هو رجل لا يريد حرب ويبدو أنه هم بيعتبروا أنه هذه النقطة اللي هي بتعبر عن تفكير متقدم وعن وعي ونضج بيعتبرها نقطة ضعف للأسف الشديد لكن مصر في نهاية المطاف هي مع الكذاب لغاية الباب